اشتركوا في القناة وسلم الرسالة سفير اليمن لدى دولة الامارات فهد المنهالي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور انور جرقاش حيث تضمنت الرسالة تجديد الشكر والعرفان لموقف دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعارة مؤسسات الدولة والامن والتنمية والسلام جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في عدن تقديم التعازي للاشقاء في مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا في استشهاد عدد من افراد قوة دفاع مملكة البحرين في هجوم حوثي غادر واكد مجلس الوزراء ان هذا التصعيد الحوثي يؤكد ان تلك الميليشيات لا تؤمن بالسلام ولا تكترث بمعاناة الشعب اليمني كما تطرق الاجتماع الى جهود احلال السلام في اليمن حيث جدد مجلس الوزراء تمسك الدولة والحكومة بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات والجهود الرامية في هذا الاتجاه اخمدت القوات المشتركة في الساحر الغربي مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب تعز وقرى اهلة بسكان جنوب الحديدة وافاد الاعلام العسكري بان الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محوري البرح والحديدة رصدت مصادر نيران المدفعية ورت شاشة وتعاملت معها بحزم شهد الامين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي حفل تخرج دورة الاستجداد العسكري السادسة بمعسكر الوية النخبة الحضرمية في ربوة خلف وقدم الخرجون خلال الحفل عرضا عسكريا والسعراضيا مهيبا مظهرين جهوزيتهم ومعنويتهم العالية واستعدادهم للالتحام بمن سبقوهم في الميادين لصد اي مخاطر تهدد امن والسقرار حضر موت كما تم تكريم الاوائل والمتفوقين والخرجين من دورات الاستجداد العسكرية السادسة بشهادة تقديرية دعت وزارة حقوق الانسان المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الاممي الى اتخاذ مواقف جادة والسخدام لقى حاسمة مع ميليشيات الحوثي ازاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وقالت الوزارة انها تابعت بقلق بالغ الحملات المسعورة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والاطفال الذين خرجوا في صنعاء وعدد من مناطق سيطرت الميليشيات للاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر واكدت الوزارة ان التساهل والاسلوب الناعم واللغة الضبابية التي تأتي من بعض الجهات والهيئات الدولية ويشجع الميليشيات على الاستمرار في عمالها الارهابية وانتهاكاتها المستمرة التي تقوم بها ضد المدنيين نهاية المجزل اللقاء اشتركوا في القناة